بتاكل وما بتتخنش لو ده انت ووزنك خمسين كيلو عايز تبقى زي الراجل ده ووزنك يبقى سبعين كيلو وفي نفس الوقت يكون بطريقة سهلة وصحية وبدون ادوية يبقى انت جيت للفيديو الصح تابعني بعض الفاصل السلام عليكم معكم الصيدالي حازم مونير ورسالة جديدة لتوعية المرضى ورسالتنا النهاردة عن النحافة هنتكلم عن افضل عشر اطعمة لزيادة الوزن بطريقة صحية وبدون ادوية وحلقة اليوم معمولة بناء على طلب المتابعين والمتابعات ولوليك طلب اكتبه في التعليقات وحعمل حلقة عنه ان شاء الله قبل ما ابدأ الفيديو عايز اطلب منكم طلب كل واحد فيكم هيكتب وزنه الحالي كام وبعد شهرين من تنفيذ النصايح اللي هنقولها في الفيديو كل واحد فيكم يكتب وزنه كان كام وبقى كام اتفقنا؟ يلا نبدأ الحلقة فزي ما السمنة منتشرة فالنحافة منتشرة ايضا وكتير بيسألني عن ادوية لزيادة الوزن والحقيقة ان مفيش ادوية فعالة في الموضوع ده ده غير ان كتير من الادوية المنتشرة بيكون لها اثار جانبية خطيرة زي مثلا البنات اللي بتروح الصيدلية وتشتري ادوية كورتيزون عشان تدخن والحقيقة انك ما بتتخنش ولا حاجة لكن كل اللي انت عملتيه انك مليتي جسمك سوائل فبينك انك تخنتي وبمجرب ما حابة طال الادوية دي هترجعي تنحافي تاني ومش بس كده ده هتظهر عليك بعض الاعراض الجانبية الخاصة بادوية الكورتيزون في حين ان الحل لزيادة الوزن سهل وبسيط سمعك اللي هتقول لي ما تحاولش يا دكتور انا باكل كتير ومش بسمن هقولك اصبر لنهاية الفيديو وهتعرف انها مش بالاكل الكتير فقط ولكن بالاختيارات الصحيحة للأكل لو افترضنا ان وزنك خمسين كيلو وانت بتاكل الفين سعر حراري في اليوم وبتحرق الفين سعر حراري في اليوم يبقى كده المحصلة النهائية ان وزنك ولا حيزيد ولا حيقل لان اللي داخل زي اللي خارج طب ايه رأيك لو بقيت ياكل 3000 سعر حراري في اليوم وما زلت بتحرق الفين سعر حراري في اليوم يبقى كده اللي داخل اكتر من اللي خارج بالف سعر حراري وبكده بعد فترة وزنك حيزيد فبدون بقى تعقيدات وحسابات كل اللي انا طلبه منكم انكم تمشوا على نفس الاكل اللي انتو بتاكلوه بس هنزود عليه شوية اضافات بسيطة الاضافات البسيطة دي كمياتها قليلة وفي نفس الوقت بتعطي سعرات حرارية عالية وهنا هيكون دور الام انها تضيف الاضافات دي لابنها او بنتها اللي وزنهم مش بيزيد تعالوا نقول الاضافات والاطعمة دي وانا مختارهم بعناية بحيث يكونوا متنوعين ومختلفين عشان لو في بعض الاطعمة مش بتحبوها يكون عندكم اختيارات اخرى رقم واحد زيت الزتون فطبق الصلطة اللي انت بتاكله عايزك تضيف عليه ملعقة كبيرة من زيت الزتون دي كفيرة لوحدها انها تزود وجبتك بمية وعشرين سعر حراري اضافي وفي نفس الوقت زيت الزتون ليه فوايد كتير وافضل ميت مرة من الزيتو الاخرى المهدرجة والمشبعة رقم اتنين المقصرات ميزة المقصرات انها غنية بالسعرات الحرارية وزيت الاميجا سري الصحي فانت ممكن تكلها كسناكس او كوجبة خفيفة وانت قاعد دلوقتي بتشوف الفيديو ده انت لسه قاعد قوم قوم هاتلك كباية فاضية واملى ربعها لوز وتعالى كمل الفيديو وكله وانت بتتفرج الكمية الصغيرة اللي من اللوز دي بتعطيك 200 سعر حراري رقم ثلاثة الطمر فالطمر غني جدا بالالياف ومضادات الاكسادة والسعرات الحرارية فاول لما تصحى من النوم تناول 3 طمرات على الريق دول فيهم حوالي 200 سعر حراري اربعة الشوكولاتة الغمئة ودي انا باعتبرها ساحرة في زيادة الوزن تخيل ان 100 جرام فقط من الشوكولاتة الغمئة بيكون في حوالي 500 سعر حراري يعني وانت رايح كده الجمعة او الشغل خد لك واحدة شوكولاتة غمئة 100 جرام في المواصلات او اعملها كمشروب هوت شوكولات وبكده انت مش هتزود وزنك بس لا انت كمان هتاخد فوائدها الاخرى زي الحماية من امراض القلب غير انها بيكون لها مفعول كمضاد الالتهابات والاكسادة وبتحمي من بعض الامراض السرطانية وبأكد انا بتكلم على الشوكولاتة الغمئة وليس الشوكولاتة العادية خمسة بين الغدى والعشا ادخل المطبخ واعمل عصير بروتين وبقولك اعمل ما تجيبش الجاهز لان الجاهز ده بيكون فيه سكر ومتشال منه المواد الغذائية المفيدة طب انا هعمل العصير ده ازاي يا دكتور ببساطة هتجيب كوباية لبن كبيرة وتحط عليها واحد حبة موز وملعقة وي بروتين هتجيب الوي بروتين ده منين هتلاقيه في الصيدليات وتروح ضايف عليها ملعقة زبدة فور سوداني من اي سوبر ماركت تخيل ان المشروب ده بيعطيك 600 سعر حراري ده غير بقى لو بتشيل حديد وبتلعب جيم ماقولكش على العضلات اللي هتطلع لك ستة وجبة الشوفان هتجيب كوباية شوفان وعليها كوباية لبن ويا سلام لو اللبن او الحليب ده يكون كامل الدسم كده الوجبة دي هيكون فيها من 250 الى 300 سعر حراري سبعة البيض وما ادراقه ما البيض في كمية البروتين اللي فيه حضره بالطريقة اللي تعجبك فالتلات بضات فيهم حوالي 100 سعر حراري تمانية الافوكادو جيب حبة افوكادو وقطحها عالصلطة دي هتزود وجبة الصلطة ب300 سعر حراري لوحدها غير المية وعشرين اللي قلنا عليهم بتوع ملعقة زيت الزتون يبقى انت كده معاك 420 سعر حراري غير اللي موجود في الصلطة نفسها تسعة الجبنة الشيدر تخيل ان 28 جرام فقط من الجبنة الشيدر في حوالي 110 سعر حراري يعني ممكن تكلها كده وانت واقف في المبخ وبتتسلة عشرة قبل ما تنام هتاكل كباية زبادي يوناني من الحجم الكبير فميزة الزبادي اليوناني ان بيكون فيه السكر قليل وبيكون فيه ضعف كمية البروتين اللي موجودة في الزبادي العادي فالكباية الوحدة كفية لانها تعطيك 180 سعر حراري بعد ما ذكرنا الاضافات والاطعمة اللي حتزود عدد السعرات الحرارية احب اقول ان الفيديو موجه فقط للاشخاص اللي بيعانوا من النحافة بدون سبب تطبي بمعنى انك مثلا لو عندك ديدان في البط فلازم تعالجها الاول لان مهما انتاكن مش هتستفاد من كل الاكل كمان لو عندك مثلا زيادة في هرمون الغضة الضرقية فلازم تعالجه الاول لان الهرمون ده بيزود نسبة حرق الاكل في الجسم فمهما انتاكل فجسمك هيحرق اللي بتاكله ولو عندك مثلا اي امراض اخرى بجانب النحافة زي مثلا مرض السكر او ارتفاع الدهون والكوليسترول فالفيديو ده مش موجه ليك والحل هو المتابعة مع دكتور تغزية لزيادة الوزن قبل ما اختم بقى عايز اقول لكم نصحتين مهمين النصيحة الاولى ما تقولش انا عايز ادخل واسما بسرعة فانا حاكل كل الاطعمة والاضافات دي في يوم واحد لان ده من الصح الصح انك هتزود عدد السعرات الحرارية تدريجي وكمان نوع فيهم عشان ما تزهقش بمعنى النهاردة اختلق نوعين ثلاثة من الاطعمة اللي ذكرناها وبقرى نوعين ثلاثة تانيين وهكذا النصيحة التانية هي الجم والرياضة لان احنا مش عايزين السعرات الحرارية دي تتحول فقط لدهون ولكن عايزينها تتحول كمان لعضلات عشان تعطيك الشكل الحلو حتى لو الرياضة والجم دول هيزودوا الحرق عندك ما انت في المقابل زي ما قلنا تقدر تزود من عدد السعرات الحرارية اللي بتدخلها للجسم ما تنسوش بقى تكتبوا وزنكم كام دلوقتي في التعليقات وبعد شهرين من دلوقتي اكتبوا وزنكم كان كام وبقى كام بعد ما تنفزوا النصايح اللي قلنا عليها في الفيديو لو الفيديو عجبكم اعملوا مشاركة لي وانشروا الوعي واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان يصل لكم جميع الحلقات كان معكم الصيدالي حايزين منير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته